مخاوف جديدة أثيرت حول الزلزال الذي ضرب جنوب التركي فبراير من العام الماضي المخاوف التي أعلنتها جامعة اسطنبول التقنية عبر دراسة حديثة تتحدث عن حجم التلوث البيئي والتغير المناخي في المنطقة بعد الزلزال والذي من المتوقع أن تدوم لسنوات طويلة الزلزالين أدوا إلى ازدياد بالإبعاثات الغازية أو نسميهم الغازات الدفيئة مثل N-O2 ثناية أكسيد الكبرية أوحادي أكسيد الكربون غاز الميثان وثناية أكسيد الكربون هذه الغازات كانت نتيجة لمباشرة للزلزال ولأعمال الهدم ولأعمال الإسعاف نحن مثل ما نعرف الغازات الدفيئة هي غازات تسمح بمرور أشعة الشمس وبتمنع خروجها من الغلاف الجوية بأدي إلى ازدياد درجة حرارة الأرض ومشان هيك تسمى دفيئة الزلزالان الكبيران أثر على أحد عشر ولاية تركية ما يعني أن ملايين الناس سيكونون تحت تأثير ازدياد معدلات الغازات الدفيئة والملوثات الجوية وبالأخص مدينتي هاتاي وكهرمان مرعش حاليا بصدد إجراء دراسة أكثر تفصيلية خصوصا في منطقة هاتاي ومنطقة بقلب مدينة هاتاي وبيقلب مدينة مرعش عن غاز المثان نتيجة للعدد الهائل من الضحايا فتفسخ الجسس هي أدى إلى أو كما نتوقع نحن أنه أدى لازدياد في الانبعاثات غاز المثان من أجساد الضحايا يقال أن المدن مثل البشر منها المحظوظة ومنها من فقدت كل الحظ خلال لحظات عديدة دمر بها الزلزال كل شيء واليوم تقف هذه المدن على عتبة التلوث ومشاكل بيئية ربما سوف تستمر معها لسنوات عديدة قادمة هناج الخطيب الحرة اسطنبول